من أنجح وسائل التربية التربية بالقصة حيث يستفيد المتربي بدروسها مع استمتاعه بسرد أحداثها ومن أجمل القصص القرآنية قصة أصحاب الكهف ففي غابر الزمان آمن مجموعة من الفتيان فلما خافوا أن يفتنهم الكفار عن دينهم فروا إلى خارج البلد واختبأوا في الكهف وعلى الرغم من قساوة الكهف ووحشته إلا أن الله تعالى هيأه لهم ونشر لهم فيه من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ورقدوا في متسع من الكهف وكلبهم رابض على مدخله وكانت الشمس تطلع على جانب الكهف ولا تخترقوا أشعتها مع تقليبهم أثناء نومهم وفي كل ذلك حفظ لأجسادهم وحماهم الله تعالى من الناس بسلاح عجيب وهو الرعب فما رآهم أحد إلا فر منهم هاربا مذعورا قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وقد رقدوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثم قاموا بعد هذا الرقاد الطويل ليكونوا آية على البعث بعد الموت أحسوا بالجوع فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم طعاما حلالا زكيا وأوصوه بأن يتخفى حتى لا يشعر به المشركون الذين كانوا يطاردونهم وما علم أهل الكهف أن أولئك ماتوا منذ زمن طويل وتتابعت بعدهم القرون والأجهال وعن طريق العملة التي أراد أن يشتري بها الطعام اكتشف الناس أمره إذ رأوها عملة ترجع إلى تاريخ قديم فظنوا أنه عثر على كنز فساروا معه إلى الكهف فانكشفت قصتهم وهكذا أصبحت قصتهم آية لأهل ذلك الزمان حيث كانوا يشكون في البعث لتثبت لهم ولكل الناس حقيقة البعث بعد الموت فمما نستفيده من هذه القصة تمسك الشباب بالإيمان ولطف الله ورحمته بالمؤمنين المستضعفين وتمام قدرة الله حيث حول الكهف الموحش إلى مأوا مريح وآمن بقدرته ورحمته وهكذا قصص القرآن كله عبر وعظات قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون